من جانبها نوهت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلمانية الطبي أنه يمكن للفريق الوطني الطبي التوصي بالانتقال إلى أي مرحلة بناء على أي مستجدات طارئة مشيرة إلى أن الضوابط المحددة للمستويات وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا قابلة للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات أولا بخصوص ما أعلن عنه سعادة الدكتور وليد المانع قبل قليل من المواصلة في المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية في مملكة البحرين راح يكون لغاية 14 فبراير 2022 ونود الإشارة إلا أن الآلية المحدثة للإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا تعتمد على متوسط عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة ويجب التنويه بأنه يمكن للفريق الوطني الطبي التوصية بالانتقال من مرحلة إلى أخرى بناء على أي مستجدات طارئة فالضوابط التي تحددها هذه المستويات في الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا قابلة للتغيير مع المستجدات والتغيرات والمعطيات الموجودة بالنسبة إلى الفيروس النقطة الثانية وهي جدا مهمة فيما يتعلق بتجديد بروتوكول العزل الاحتياطي الصحي للحالات القائمة وهذا يعتمد على لون الشعار الموجود في مجتمع واعي